تأسست في العام 1975 وهي المصدر الأول للخبر في بلادنا إنها الوكالة الموريتانية للأنباء التي كانت المحطة الأولى لزيارة وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان رفقة الأمين العام للوزارة زيارة هدفها رؤية قطاع من الداخل تجول الوزير داخل المؤسسة وقدمت له عروض مفصلة عنها من طرف المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء محمد فالو العمير تضمنت التقدم الذي أحرزته الوكالة في الجوانب المختلفة وكيف تطورت وازداد جمهورها رغم الصعوبات وفي غرفة الأخبار بالوكالة تابع الوزير عرضا عن جهود المؤسسة في مواكبة الأحداث وكانت جريدتاء الشعب وأوريزون ختام زيارة الوكالة الموريتانية للأنباء ليحط الوزير الرحال بعدها في المطبعة الوطنية حيث تطبع الجرائد لتصل القارئة في أحسن صورة استمع الوزير للدور الذي اطلعت به المطبعة الوطنية على مدى عقود مضت قدمه مديرها العام الناجر للصبار بعدها وقف الوزير على المسائل اللوجستية بالمطبعة وكيفية عملها وجوانب النقص فيها داعيا إلى العمل على تكوين الأجيال الصاعدة ونقل الخبرات لاستمرارية العمل وفي الاجتماع الذي عقده الوزير بطاقم مؤسسة طرحت المشاكل التي تواجهها المطبعة ليتم التغلب عليها في أقرب أجل ممكن حسب الوزير وبما أن الإشهار جزء من قطاع الثقافة والشباب والرياضة زار الوزير سلطة تنظيم الإشهار وتلقى معلومات وافية عن مهمة السلطة الوليدة وما أنجزته خلال مسيرتها ممثلا في إصدار خمس عشرة رخصة إشهارية وضبط وتنظيم الإشهار وذلك ضمن اجتماع عقده الوزير برئيسة السلطة آسيا عبد الرحمن وطاقمها اطلع فيه الوزير على كل صغيرة وكبيرة في مجال الإشهار والذي تسعى إلى عصرنته بداية بإعداد هذه اللوحة المنضوية على نقاط لوحات الإشهار في مقاطعات واكشوت التسعة والمنجزة بأياد وخبرات من سلطة تنظيم الإشهار نفسها توصل هذه الأقمار الصناعية البث إلى كل بيت وهذا الهواء يتجاوز عمره الافتراضية يمثل إحدى المشاكل المطروحة لشركة البث الإذاعي والتلفزي مشاكل جاءت زيارة وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان لتجاوزها مدير شركة البث الإذاعي والتلفزي محمد سيد أحمد فال قدم صورة متكاملة للشركة وما أنجزته حتى الآن والأهداف المستقبلية لها وأهم المشاكل التي يعاني منها العمال كالاكتتاب وقلة الموارد الحائلة بين الشركة وتحقيق أهدافها وكذا تطبيق رؤيتها في مواكبة العصر والحرص على نقل الصورة والمعلومة إلى المواطن في كل مكان الموريتانية نافذة الإعلام المرئي لبلادنا على العالم حظيت بجزء من زيارة وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان حيث تعرف على القناة من الداخل ومدى تطورها من مشروع قيد التنفيذ حتى باتت باقة متكاملة تبث المادة الخبرية في ربع البلاد وخارجها المدير العام للموريتانية محمد محمود أبو المعالي رحب بالوزير والوفد المرافق له وكشف استطار عن كم من هائل من الإنجازات حققتها القناة في فترة وجيزة رغم تداعيات جائحة كورونا بداية بالتوسع الأفقي للقناة فهي تغطي ولايات الوطن عدى ثلاث ولايات تعمل القناة على فتح مكاتب جهوية بها وتضمن للعمال بالداخل إقامتهم ومعاشهم ضف إلى ذلك تسوية الوضعية القانونية لثلاثين صحفيا بتوقيع عقود عمل دائم بعد نجاحهم في مسابقة نظمتها القناة في العام 2013 وزيادة معتبرة في رواتب العمال الدائمين واقتناء الوسائل اللجستية واستحداث إدارة للنقل المباشر بغية تفادي المشاكل التي تواجهها الموريتانية في بعض الأنشطة والأحداث الكبرى كما أن المؤسسة طورت بنيتها التحتية وشيدت بناية إدارية بمواصفات عالية جودة وبنت استوديو كبير سيكون له دور في جمالية إخراج المحتوى هذا المحتوى الذي أرشفته القناة على شكل متحف يربط الماضي بالحاضر لينير مستقبل زواره ويكون تاريخا يأبى النسيان وشريط ذكرات لا ينقضع سياسة القرب من المواطن طبقتها الموريتانية بحذافرها عبر بثها لمختلف نشراتها وبرامجها بتقنية HD على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما مكن القناة من الحصول على ملايين متابعات وللشؤون الإسلامية جزء من الشاشة بتصوير ست مصاحف لستة قراء بالروايات الثلاث وإنتاج نسخ بالصوت والصورة والكتابة وما زال في جعبة القناة المزيد الوزير اجتمع بإدارات وعمال قناة الموريتانية واستمع للمشاكل المطروحة مؤكدا استعداده للعمل على حلها في أقرب أجل ممكن ولقطاع الشباب والرياضة لصيبه من زيارة وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان المركب الأولمبي كان محطة زيارة الأخيرة تجول به الوزير رفقة مديره محمد لديكا الذي قدم تقريرا عن المنشأة وأهميتها في تطوير الرياضة المحلية وأهم المعاوقات التي تعانيها ودعا الوزير إلى صيانتها كما هي توصياته في كل محطات الزيارة هذه الزيارة التي قمت بها اليوم لبعض المؤسسات تابعة للقطاع تدخل في إطار تنفيذ التعليمات السامية الفخامة الرئيسية الجمهورية في تقريب الخدمة من المواطن وخلال كل محطة من المحطات اجتمعت بأطقم بالمدراء وأطقم التابعة للمؤسسة واستمعت للمشاكلهم وحثيتهم على الالتزام بأوقات الدوام وكذلك بجنت لهم حرمة المساس بالمال العام وكذلك دعيت أطقم العمل من أجل على أنهم ينسقوا ويحاولوا الدفع بمؤسساتهم إلى الأمام ودعيت الإدارات القائمة على تسيير هذه المؤسسات بالاهتمام في الاستثمار بالأنصر البشري أي في مجال التكوين ودعيتهم للعمل بروح الفريق من أجل الدفع بمؤسساتهم إلى الأمام هي الزيارة الأولى لوزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان لعدة مؤسسات تابعة لقطاعه مكنته من الإطلاع على بعض المشاكل بها وجاءت تقريبا للإدارة من المواطن وجسدت سياسة الحكومة في خدمة المواطن